اشتركوا في القناة ومن المتوقع أن تتوج بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات التعاون بين الجزائر والصين تشمل عدة قطاعات كما سيقيم الرئيس الصيني مأدبة عشاء على شرف الرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هذا وأشرف وزير الشؤون الديني والأوقاف يوسف بالمهدي اليوم الثلاثة رفق توالي ولاية ميلا مصطفى قريش على تتشين مسجد عبد الرحمن بن عوف ببلدية تاجداند وجاءها داخل زيارة العمل والتفقد التي قادت الوزير اليوم الثلاثة إلى ولاية ميلا والتي يقوم من خلالها بتتشين ومعاينة مرافق تابع للقطاع وإلى أحوال التقس كشف مصالح الأرصاد الجوية اليوم الثلاثة عند استمرار تسجيل درجة حرارة مرتفعة على العديد من ولايات الوطن وأوضح الدات المصالح أن درجات الحرارة العليا ستتراوح بين الاربعون إلى ثمانية والاربعون درجة مئوية والدنيا بين ثمانية والعشرون إلى أربعة وثلاثون درجة في ولايات كل من الطرف وعن نابا سكيكدا جيجل بجايا قلمة قسانطينا ميلا تيزي وزول بويران جلفة بالإضافة إلى بومرداز لمسيلة لمدية البوليدة العنصمة تيبازا شلف عين دفلة غليزان مستغانم وهران معسكر عين تيموشنت تيليمسان سيدي بالعباس والصعيدة إلى هنا مشاهدنا الكرام نصل إلى ختام وجهز الأخبار من جريدة واقعنا تحوص براس دمتل في أمانيا اشتركوا في القناة